مساء الخير حبايبي يساعد قواتكم. الكلب يعرف او معظم الناس اللي جدد بهولندا بتعرف شو هادها الكارت. طبعا هاد الكارت الاوفي شيب كارت. هادة طبع الباصات. تشتروه من السوبر ماركت حقوي يمكن سبعة وثمانة يورو. تشتروه فاضي. وانتو بتعبوه حسب ما انتو بتكون. عشر عشرين ثلاثين خمسين يورو يلي هو. وشان تصيروا تطلعوا بالباص. حابب انا اعطي معلومة للناس اللي ممكن كون مع عندها فكرة. انو انتو فيكن تشوفوا قديش معكم رصيد. اه عن طريق هذا. عن طريق موقع الاوفي شيب كارت. رح عامل فيديو قصير. اه خلال عشر سوان تقريبا. بتشوفوا اه بتعرف رح هنتعرفوا قديش معكم رصيد. هلا في معلومة اه جدا مهمة كمان اصدقائي انو انتو فيكن اه اه اتعبوا الرصيد عن طريق الموقع الاوفي شيب كارت. تعبوا رصيد هوني. ولكن لما تجوا تعبوا ما فيكن تطلعوا بالباص فيه غير لحتى تروحوا تسحبوا يلي دفعتوه. لنفرض عشرين يورو عبيت اه اخذت رصيد. بتروحوا على السوبر ماركت بلوس او الالفر تايم او الجانبو بتروحوا بتسحبوا الرصيد يلي عبيتوه من الموقع على هاي البطاقة. بتسحبوها بعدين بتروحوا تطلعوا بالباص. تمام? انا رح حامل هلا فيديو خلال عشر سواني. كيف انتو بتشوفوا الرصيد يلي بالكارت. تمام اصدقائي? وبرجع لكم. بتفتحوا على الجوجل. بتكبسوا او في شيب كارت. بتطلع اول واحدة بتفوتوا عليها. وهوني بتطلب منكن رقم البطاقة. بتحطوها. وبتحطو على ماين سالدو. مشان تشوفوا قديش الرصيد. متل ما واضح تماما بالشاشة. بتمنى يكون كل شي واضح لهوني. هلا. ازا بتكون تعبوا الرصيد. بتحطوا سالدو بستيلينج. او ازا بتكون ترجموا بتحطوا الرصيد الطلب الرصيد. وبتعبوا اللي بتكون يا عشرة عشرين ثلاثين اربعين خمسين. بتحط الكمية. بتحط رقم بطاقتك. ايميلك. والدفع. تمام اصدقائي? متل ما شفتوا الطريقة جدا سهلة. بس بتحطوا الرقم. الرقم البطائي اللي هو هذا. اللي هو هذا الرقم. اوكي? وخلصت شغلك. وبتعملوا ماين سالدو. يعني هاي المحل ما انا ارجعتكم. وخلصت الشغله. اكيد انا بس صح اللي شغلات هيك اقدر اه بمعلومات اقدر فيد اه فيها اه ما رح قصر اكيد. كل التحية للكون. ولا تنسوا تشتركوا معي على اليوتيوب. تحياتي.